شهدت العاصمة بغداد ومحافظات أخرى أزمة في تجهيز مادة الغاز أدت إلى خلق ازدحام أمام المحطات واضطر السائقون للوقوف ساعات طويلة من أجل التزود بالوقود بل إن بعضهم افترش الأرض منذ أيام لينال حصته من الوقود التي تم تخفيضها مؤخرا صار تقريباً بل 15 يوم صار بل 15 يوم ونقصها سواء 250 250 ونوديهم تماظ بضيهم ونشربهم ونوديهم هذا اللي رحل السياماني يجي شو أن تكفيه 250 هذا الحسب اللي ما قال أبو القلابي طعلا باب الله هو يعني قوت شمومي أبو القلابي يومي إذا بدأ درب حصوله ودرب رامو زين رحمل وغلديك منين يجيب غاز؟ يدير من الشارع تجاني ماكو ماكو غاز بالشارع وبالمحطات ماكو ورغم تكرار هذا المشهد منذ أيام نفت شركة توزيع المنتجات النفطية وجود أي أزمة بمادة القاز مؤكدة أنها ليست شحة وإنما زيادة في الطلب وسيتم تدارك الأمر بعد الانتهاء من صيانته بعض المصافي خلال يومين ترى ماكو هيتش يعني صار ثلاثة يومين بايت هنا أنا عالقاز ثلاثة يوم والله إذا اليوم ماكو غاز أنا ما أطلع أدير مي مايصر هيتش يعني شوفونا حال يعني إحنا أهل الخير إحنا أهل القاز أهل النفط أهل المنتجات النفطية لمتى نبقى هيتش هستكلها وين ما تروح أستعاد العراق كل ماكو بي ماكو تروح لتفترد لك أولور طالع ماكو الناس سحقلت وقعدت بعد هاي السيارات كنت تشتغل طرق خارجية وتريد غاز وتريد صرف وراي عائلة وراي اقصاط إطارات وراي اقصاط بيت وراي اقصاط وعندي عائلة وعندي مريض يعني تقبل انتها نصال لأربعة أيام نايم هنا والله شنو أتاني لي 200 لتر غاز يهموا يقبلوني بهذه الوضعية عسى أولين مناشدتنا توصل لدولة رئيس الوزارة المحترمة بينما يؤكد اقتصاديون أن أسبابا عدة تقف خلف تكرار أزمة الغاز بين فترة وأخرى أبرزها عدم وجود مستودعات خزن كافية لمواجهة الأزمات الطارئة وارتفاع معدلات تهريب الغاز إلى دول الجوار فضلا عن اتساع السوق السوداء واستخدام أساليب متنوعة في شراء وخزن الغاز ثم بيعه بأسعار مرتفعة من بغداد أمير ربيعي آي نيوز